استطاعوا أن يغزو العالم لكن نهايتهم كانت مأساوية منهم من مات بالطاعون ومنهم من تم إخصاؤه حتى الموت إليك نهاية أشهر أربع غزات في التاريخ تخيل أن رجلا يخزن لغزوه عشرين ألف ميل مربع وحسب تلك المسافة لم تكن كافية للإسكندر الأكبر حيث كان يحلم بغزو العالم كله لقد ألقى بجيشه في ساحات القتال دون خوف ولم يتمكن أي عدو من هزمته طيلة عشر سنوات كاملة ولكن أخيرا بدأت قيادته تحلم بالعودة للديار والاستمتاع بمكتسبات الحرب إلا أنه كان مصمما على إكمال مسيرته وغزو العالم بأكمله إلى أن اصطدمت قواته التي كانت فقدت قواها من طيلة الحرب بوجه الجيش الهندي خلال محاولة غزو بوروس تلك المعركة التي كانت بداية النهاية بالنسبة له وعقب هزمته الأولى قيل أنه أصيب بمرض خطير وآل الحكم الفعلية لعدد من جنرالاته والذين تحاربوا فيما بينهم طيلة خمسين عاما وقسموا الإمبراطورية المقادونية إلى عدة دولات أما الإسكندر فقد تعظم عليه المرض إلى أن أصيب بالشلل ومات ومن الإمبراطور المقادوني العظيم إلى أحد أكثر معجبيه يوليوس قيسر الرجل الذي بكى خلال قراءته لقصة حياة الإسكندر الأكبر لقد أخبر رجاله ذات مرة حينما كان في عمره هزم داريوس أما أنا فلم أحقق أي شيء حتى الآن نفس الهوس والنرجسية مكنت يوليوس أن يصبح جنرالا كبيرا في الدولة وقام بتقويض النظام الجمهوري الروماني وأعلن نفسه ديكتاتورا إلى الأبد لذا خشي أعضاء مجلس الشيوخ في روما أن يأثر بالحكم نفسه ويهمش سلطتهم فقرروا التخلص منه وهكذا قامت مجموعة من ستين عضو من مجلس الشيوخ باغتياله بغضة في اجتماع مجلس الشيوخ لقد تلقى ثلاثة وعشرين طعنة في جسده من قبلهم ليخر قتيلا على مرأة ابنه بالتبني ماركوس بروتوس الذي كان حاضرا مشهد الاغتيال أما وحش الشرقي جانكيز خان فقام بغزو نصف مساحة الأراضي التي سيطر عليها الإسكندر الأكبر لكنه كان مصمما على وضع العالم كله تحت إمرة سيفه وعلى عكس الإسكندر أو قيصر فلم يرى في نفسه إلها أو مسيحا مخلص بل اعترف علنية بأنه طاغية يسعى لغزو العالم ومن أكثر كلماته المثيرة للجدل حينما قال أعظم ساعدة أن تشتت عدوك وتدفعه أمامك وترى مدونه وقد تحولت إلى رماده وترى من يحبونه غارقين في الدموع وتجمع زوجاته وبناته في أحضانك وهناك عدة روايات عن نهاية جانكيز خان البعض قال أنه مات بالطاعون الدبلية أو أصب بالرصاص وهو يمتطي جواده وأخيرا هناك روايات تقول بأنه تم إخصائه حتى الموت على يد أميرة من الإمبراطورية الشيعية الغربية كان قد أسرها وجعلها إحدى جواريه وأخيرا نصل إلى نابليون بونابرت الرجل الذي رأى في نفسه بأنه فنان حرب وساحة القتال لوحة هو يرسمها ويصمم أحداثها العبقري الفرنسي أصبح إمبراطورة فرنسا الثورية واستطاع غزو العديد من دول العالم وأذاق أوروبا ويلات الهزيمة وخاض معارك دامية في منطقة البحر المتوسطة لكنه هزم أخيرا في معاركة واترلو في عام 1815 على يد القوات البريطانية إلا أن الإنجليز قرروا إذلاله بدلا من إعدامه وتحويله لبطل شعبي لذا قاموا بحبسه في منزل متواضع تحت الإقامة الجبرية فعاش بقية عمره في الأسر والوحدة إلى أن توفي في الخامس من مايو لسنة 1821 أي بعد ست سنوات من حبسه وقد كانت آخر كلماته فرنسا الجيش جوزفين كإشارة منه لأكثر الأشياء قربا لقلبه ترجمة نانسي قنقر